فكرة الأفلام بتاع ديزني أكيد حاجة كبيرة جداً لأن إحنا كلنا خارزين الشخصيات اللي أنا قلتها في تقديمة دي دلوقتي ومش بس فعلاً الصغيرين إحنا كمان ككبار بنحب نتفرج على الأفلام دي حتى مع أطفالنا أو من غير أطفالنا إزاي حصل موضوع ديزني؟ إزاي ابتديتي تعملي الدبلاش في أفلام ديزني؟ هم لي أصدقاء أريدي شغالين في مجال الدبلاش وأنا كمغنية يعني ممكن بيجي لي فرص إن أنا أقدم في الكاستنج بتاع الدبلاش فاقترحوا علي لأنه كان صوتي مقارب لشخصية وبعدين روحت عملت الكاستنج وتقابلت فيه وبس وبعدين بقى يبقى فيه كاستنج فاروح بدأ صوتي يتعرف ومع التدريب والشغل بدأت يعني ليه شخصيات كتير يعني بدأت تبقى بتاعتي طب ما تقول لنا كده سمعينا حاجة من الدبلاش بتاعك بالشخصية اللي هي المقاربة لكي أكتر واحدة هو حاليا متهيلي لأنه أكتر حاجة بعملها هي بيجي اللي هي في مابت فممكن هي أصلا عشان هي أكتر حاجة بتتكلم بتون مختلف يعني يعني هي بتتكلم تبقى لك يا كيرمت فقعني ه يا بيتكلم من هنا يعني وبعدين هي شخصيات لها something they use يعني هي مش بتتكلم تل존 الوقت يعني بتحسن هي بتتكلم cute وكده وبعدين فجأة ممكن تروح على لا أريدو البيترة مثلا دي مش الكوت خالص أنا عايزة أسمع بقى الكوت بتاعها الكوت لما مثلا او كيرمي هذا جميل يعني هي بتتكلم كده وبعدين وهي بتتكلم كده ممكن تروح عملا كده طب اشتركوا في القناة